احنا تكلمنا النهاردة عن قولي تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب هذه الآية من سورة آل عمران هي التي أوصلتنا لهذا المعنى الرائق وكأننا كمان غزلنا بخيط رابع بخيط من نور ووضعنا لبنة رابعة في شخصية الإنسان المنور الذي يستطيع أن يستقبل الحياة بكل هذا النور هذا الاستقبال لهذه الحياة بكل هذا النور بعدما كان العبد ممدود من الله وهو مكرم وبعدما كان مكرم أن كان مدبر له فإذا هو يستطيع أن يستقبل الحياة فسعى في الأرض سعى في الأرض بماذا؟ سعى في الأرض بنور الله وببركة الله وأن الله سبحانه وتعالى يحب منه السعي ولذلك لا يضيع أجر عمل عامل منه وسيعطيه السواب الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى متى يكون هذا إذا عرف أن السعي في أربع صفات هو سعي بهدف يعني ليس سعي عبثي سعي بهدف وسعي بهدف يلفه الأمل مليان بالأمل مغموس بحلوة الأمل ومعه جدية يعني عز وإرادة وفي النهاية في استمرار وهذا ما أتى من الأنبياء وخاصة يتضح في قصة ستين هاجر وده وقت عشان نحتاج أن نعمله محتاجين إيه؟ محتاجين أن نحن نستمر في التدريب والتجريب دائما ونثق في الله سبحانه وتعالى في وعد الله أنه سبحانه وتعالى سيوفقنا دائما وثالث حاجة لازم نفهم أنه مش معنى أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا النتائج على قدر السعي أنه لو ما حصل لناش النتيجة يبقى احنا فشلنا ويبقى احنا ضعنا لا لازم نستمر وما نقفش لأن النتائج دي بيد الله سبحانه وتعالى ولازم نعرف أنه مهما حصل ما نستناش ثناء الناس علينا لأن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا أجرنا وأعطانا ثوابنا كاملا غير منقوص إذا فهمنا ده فإحنا فهمين إحنا ليه؟ نكون سعى السعي هو الذي يريك وسع الله وسعة الحياة التي أعدها الله لك وجملها ولوانها بألوان العطايا والمنى والمنح موسيقى